السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ايه الفرق بين البيم إكستيوشن بلان والبيم إمبلمينتيشن طيب هما المصطلحين دول يعني ممكن نطلق عليهم مصطلحين إذا اجتمع فتركة وإذا فتركة اجتمع حاجة زيك كده طيب ايه الفرق بينهم؟ ساعات واحد يقول لك أنا عايزك تعمل لي بيم إكستيوشن بلان للمشروع دوت او يقول لك عامل لي بيم إمبلمينتيشن للمشروع دوت تمام؟ فساعاتها اللي تنوي بنفس المعنى يعني معناها ان انت بتحط خطة لتنفيذ المشروع وازاي هنطبق البيم في المشروع دوت ماشي؟ وهتلاقي كتب مركزة او على بيم كشن بلان ان ده بحاجة للمشروع تمام؟ والبيم إمبلمينتيشن ساعات واحد يقول لك إيه عندنا شركة وعايزين نعمل لها بيم إمبلمينتيشن ماشي؟ او عايزين ندين الشركة وعايزين نعمل بيم إمكشن بلان للشركة تمام؟ فنقدر نقول ان البيم إمكشن بلان اقرب لنهة الطبع على المشروع والبيم إمبلمينتيشن اقرب ان مكتب ما كانش شغال بيم ومبن حمله بيم فدي لها طبعا قصص وغربيات مش نهج واحد لا لازم نعمل دراسة للشركة نفسها ونقول لها أسهل طريق لها يتعامل ازاي؟ تمام؟ فحنا لازم نفرق بين الاتنين ساعات حد بيستخد ان ده بدأت لاوش نقول له غلط بس انت تفاهم من نسيحك الكلام لو قال لك بقى احنا عايزين تعمل لنا بيم إمكشن بلان وبيم إمبلمينتيشن وتدامل لنا فبتبع عارف ان هو مفرق بين الاتنين وعايزين عمل خطة لتطبيق البيم وخطة للتنفيذه في مشروع محدد تمام؟ في لغباتها؟ لا مفيش لغباتها خالص بس هو فيه مصطلح بيم إمكشن بلان يستخدم اكتر للمشروع ولحد استخدم كن البيم إمبرمينتيشن بش نقول له غلط تمام؟ بس يعني بنقول ان الأنسب او الأقرب كلغويا عرب او انجليزي ان البيم إمكشن بلان تنفيذ فبيبقى أقرب للمشروع انما البيم إمبرمينتيشن بيكون أقرب لان انا تحويل للشركة ان انا اعمل تطبيق للبيم في الشركة كلها ان انا ادرب الناس بتوع الشركة تمام؟ لكن لو حد استخدم ده بدل دوت مش هنقعد نتخاني معاه ولا نقول له تعالى نرفع المراجع ولا الحاجات دي كلها انت هتلاقى على القناة بتاعت بيم إمكشن بلان وامثلة للبيم إمبرمينتيشن ولو فيه حد عنده شغل يبعثه ان شاء الله نعمل بشكل كويس سواء بيم إمكشن بلان او بيم إمبرمينتيشن موسيقى